في هذه الكلمة نرد على الدكتور عدنان إبراهيم في مقطع له بعنوان هل هناك صراط مستقيم؟ وهو ينكر في هذا المقطع الصراط المستقيم صراحة لكن هل هذا القول إجماعي؟ هل أجمع على هذا؟ أجمع أن هناك صراطاً على متن جهنم وأننا يجب أن نمر عليه ونجوزه لنذهب إلى الجنة؟ لا ليس من مسائل الإجماع وهذه ليست عقيدة؟ لا ليست عقيدة ملزمة لو أنك لم تعتقد بها لا تكفر هذه ليست عقيدة غير مذكورة في كتاب الله وسوف أثبت لكم هذا ولم تجمع عليها الأمة بعدما أنكر عذاب القبر وأنكر نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وأنكر أن الله سبحانه وتعالى كامل في خلقه وقال إن خلق الإنسان فيه نقص وفيه عيوب وأشياء غير مكتملة وكذلك خلق الحيوان أتى من جديد ليشكك المسلمين في دينهم خدمة لأعداء الإسلام وأعداء الملة فأتى وأنكر الصراط المستقيم الذي هو جسر جهنم نقرأ كلامه ثم نرد عليه من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أقوال سلف الأمة الصالح قال الدكتور عدنان إبراهيم أولاً الصراط غير مجمع عليه وهذه مسألة خلافية أولاً الصراط ليس مسألة خلافية وهو مجمع عليه بين جميع المسلمين بين جميع المسلمين طيب قال وهو مسألة خلافية ولم يأتي بالدليل في الخلاف ولكنه أراد أن يلبس على الناس من جنس صنيع اليهود حيث قال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون قال اختلفوا فيه قال لأن الورود اختلف فيه العلماء وقرأ كلاماً طويلاً من بعض كتب التفاسير عن الخلاف في معنى الورود وليس الخلاف في الصراط ليس الخلاف في ماذا؟ في الصراط وكلامه موجود عدنان إبراهيم فالخلاف الموجود في معنى كلمة الورود وليس بالصراط وهو الخلاف الذي قرأه عدنان إبراهيم ليلبس على الناس دينهم وهذا ليس في معنى الصراط وليس أحد من هؤلاء العلماء أعني العلماء الربانين المخلصين أنكر الصراط إطلاقاً ولو فرضنا جدلاً وجد واحد أو مئة أو مليون عالم أنكروا الصراط نقول لهم ثابت بكتاب الله القرآن الكريم وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحاح كما سنبين بعد القليل ثم قال الورود لغة ليس بمعنى المرور على الصراط ولا الوقوع في جهنم وقال مجاهد الحمى لحديث الحمى من فيح جهنم ومجاهد لم ينكر الصراط راجع كلامه وسنبين كلام الأئمة والسلف بعد القليل وقال إن الأحاديث التي بالصراط تعارض القرآن وليس هناك حديث واحد يعارض كما سبين بعد قليل طيب أولاً الصراط ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في غير ما آية من الكتاب العزيز أولاً في صورة مريم قال الله سبحانه وتعالى وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِذُّهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُوا الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيَّا ماذا قال المفسرون في معنى هتين الآيتين قال الإمام البغوي وهذا هو تفسير البغوي رحمه الله معالم التنزيل قال إن أبو وساق بإسناده عن أبي هريرة أخبرهم أن الناس قالوا يا رسول الله هذا أتى بهذا الحديث في تفسير هذه الآيات أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل وكلامهم يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعملي ومنهم من يخردل ثم ينجو إلى آخر حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو موجود في صحيح البخاري الشاهد قال ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم الصراط بين ظهراني جهنم هذا هو الصراط ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وذكر ما يحدث على الصراط قال فأكون أول من يجوز من الرسل يعني أول من يجوز الصراط من الرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبأمته وهي أول أمة ولا يتكلم عند الصراط إلا الرسل وكلامهم اللهم سلم سلم وفي جهنم التي هي تحت الصراط كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم هذه الآية الأولى وهي بصورة مريم الآية الثانية من صورة الحديث قال الله سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتميسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور أين هذا النور الذي يسعى بين أيدي المؤمنين وبأيمانهم والذي ينطف للمنافقين أين يكون هذا النور نرى كلام العلماء والمبسرين قال الإمام البغوي في كتاب معالم التنزيل قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم قال يعني على الصراط يعني على الصراط بين أيديهم وبأيمانهم قال وقال قتادة وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من المؤمنين من يضيء نوره يعني على الصراط من المدينة إلى عدن أبيا وصنعاء ودون ذلك حتى أن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه وأيضاً جاء ذكر الصراط مرة ثالثة في كتاب الله في سورة التعريم في الآية الثامنة وهي قول الله عز وجل يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير هذا أيضاً ذكر الصراط كما نقل العلامة البغوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفي قوله تعالى نقتبس من نوركم قال البغوي نستضيء من نوركم وذلك أن الله تعالى يُعطي المؤمنين نوراً على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط ويعطي المنافقين أيضاً نوراً خديعةً لهم وهو قوله عز وجل وهو خادعهم فبينما هم يمشون أو لهم المنافقون بينما هم يمشون إذ بعث الله عليهم ريحاً وظلمةً فأطفأ نور المنافقين فذلك قوله يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وأيضاً ورد ذكر الصراط في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو عقيدة المسلمين قاطبة ما عدا عدنان إبراهيم ما عدا عدنان إبراهيم وهذا الكتاب هو كتاب شرح السنة للإمام البربهاري فيها عقيدة أهل السنة والجماعة لأن عدنان إبراهيم حينما أنكر الصراط نسب إنكاره للصراط للسلف الصالح وكذب عليهم في ذلك هذا الرجل كذاب في كلام هذا ولم يقل السلف ليس هناك صراط ومن أنكر الصراط كفر بالله لأنه ورد في كتاب الله أثبته الله عز وجل في غير ما آية كما مر وأثبته النبي عليه الصلاة والسلام في عشرات الأحاديث وفي أحاديث كثيرة فيما أعلم إن لم تكن أكثر من ذلك حديث صحيحة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو عقيدة السلف وعقيدة الصحابة وعقيدة أهل السنة والجماعة إلى أن يريث الله الأرض ومن عليه هذا كتاب شرح السنة للإمام البربهاري وهو مجمل لعقيدة أهل السنة والجماعة قال الإمام البربهاري رحمه الله والإيمان بالصراط على جهنم يعني مما يؤمن به المؤمنون وأهل السنة والجماعة الإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله ولهم أنوارٌ على قدر إيمانهم قال الشيخ الفوزان الصراط في اللغة هو الطريق والمراد به هنا الجسر المضروب على متن جهنم وهو دقيقٌ جداً أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر يمر الخلائق عليه على قدر أعمالهم تجري بهم أعمالهم فمن نجى فقد أفلح ومن لم ينجو هلك ومرور الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمرك لمح البصر ومنهم من يمرك البرق الخاطف ومنهم من يمرك الريح وهذا مصداق لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي جاءت في هذا المعنى وذكر آيات وذكر أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر وفي هذا المعنى آدى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه